ازايقوا يا جماعة عاملين ايه يا رب تكون كل حاجة عندكم بخير تعارفين النهاردة كان عندنا منقشة لطيفة جدا في المكتب قبل ما نخش ملاش اي علاقة بالسياسة لان نفسنا فجأة عادين بنتكلم على ذكرياتنا مع الادب الانجليزي واحنا في المدرسة واحنا صغيرين وكل واحدين قاعد يتبادل ذكرياته مع المدرسين بتوعه واكتشفنا انه غالبا غالبا احنا تعلمنا كويس او في المرحلة دي كان التعليم لطيف لانه لما تشوف كل واحد فينا عنده ذكريات شديدة الوضوح وتفاصيل شديدة الوضوح على كل اللي قرناه في وقت ما كنا في المدرسة من المسرح الانجليزي والرواية الانجليزية وكان في الوقت ده كنا يمكن حتى كان كل زماني تقريبا مع اختلافات بسيطة كنا بنقرأ دراما وليام شاكسبير مصرح وليام شاكسبير وكنا بنقرأ ادب انجليزي رواية تحديدا تشالز ديكنز باستثناء عوض كان بيقرأ ادب امريكي فكان بيقرأ اول ماي ثونز ارثر ميلر فانا نفسي اعرف اشمعنا المدرسة عند عوض اختاروا ارثر ميلر وماختاروش حد من انجلترا بس لقينا بعد كده ان كلنا مثلا اشتركنا في قراية تيلوف تو سيتز او قصة او حكاية مدينتي نشوف انت بتحب تترجمها ازاي ايه الهدف من وراء الكلام الهدف من وراء الكلام هو التشكيل والبناء الوجداني بتاع ما بقناش الشباب المصري لما كنا شبان او لما كنا ولاد في ابتدائي وفي اعدادي وفي سنوي هنا تشوف انه جزء من التشكيل الوجداني او انا عارف ان مش كل المدارس كانت بتدرس ده ويمكن كان فيه مدارس محظوظة حبتين او التلامس اللي فيها محظوظين حبتين بهذا النوع من التعليم لكن في النهاية ما احنا بنشتغل فين يعني احنا بنشتغل جوه التلفزيون المصري بنقدم صحافة تلفزيونية او اعلام مصري من قلب التلفزيون المصري وبالمناسبة المدارس اللي كنا فيها ما كانتش مدارس غالية كانت مدارس معاهد قومية ومدارس تجربية في بداية ظهورها والحاجات اللي زي كده كانت دي مدارس الطبقة المتوسطة المصرية ده اللي انا عايز اقوله لك مدارس الطبقة المتوسطة المصرية كانت فيها طريق التعليم خد بالك انت ممكن تلاقي نفس المنهج كان موجود مثلا من عشر سنين ولا من خمستاشر سنة بس طريقة التعليم الطريقة اللي كانوا بيعلمون بيها المصرح الانجليزي والرواية الانجليزية وعدنا يمكن انا ويونس وعوض وخالد فاروق ومش عالف قديم بنتكلم على كل واحد فينا المدرس بتاعه حببه ازاي في الادب الانجليزي انا تذكرت على طول اتنين مستر عالي ومستر شعبان مستر شعبان بعد كده بقى الدكتور شعبان وكان استير للادب الانجليزي في جامعة حلوان سابق التدريس بتاع المدرسة وانتقل للتدريس الكامعي المهم انه ازاي هم حببوني مثلا كمثال مجرد مثال حببوني في الادب لقيت انه خالد فاروق بيتكلم بنفس الموضوع المدرس بتاعه بيحب اللي بيعمله فكان يعد يشرح ويقرأ ويمثل معهم المسرحية ويمثل شخصات الرواية لقيت ان انا عندي نفس القصة لقيت عوض عنده نفس القصة لقيت يونس عنده نفس القصة الله يعني انت عندك كدر معلم عظيم انا ذاك ومش هقولك كان لانه هذا المعلم هو هو اللي علم تلتمية مليون مواطن يمينا ويسارا شمالا وجنوبا انت عايز تقولي انه الشعب اللي وجدانه وسقفته وحتى تعليمه المدرسي مش هقولك تعليمه الاكاديمي ومش هقولك محاولاته للتثقف وقراءة ما هو خارج المناهج والبحث عن موارد المعارفة والثقافة المختلفة حتى جوه المدرسة الشعب ده حد يستهين بيه برضو ينفع لا منفعش شعب شديد الثقافة وهو اصلا بطبيعته شعب ضارب برجليه في عمق 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 التاريخ انا لسه كنت بقولك مبارح يا جماعة دي نظريات بتتكلم على الحضارة بالمعنى الحقيقي خلي بالك كلمة حضارة معناها انه هناك دولة ونظام ومؤسسات مش معناها وجود الانسان البشري على منطقة اسمها مصر مثلا او مصر عيم زي ما كانت بتسمى على اسم حفيد سيدنا نوح لا دي اسمها اثار للوجود البشري لكن حضارة يعني وجود دولة بمؤسستها بعض النظريات بتقول 13 الف سنة نظريات تانية اضعفها بيقولك 7000 سنة يعني هذه الجزور الضاربة في عمق التاريخ وبعدين هذا التراكم وبعدين ده انا بكلمك انا راجل مواليد 75 بقولي كل سنة وانت طيب على اواخر الشهر يوم عيد ميلادي هفكركم ارجوك تقوله كل سنة وانت طيب 48 سنة فانت متصور يعني انا كنت مثلا في ابتدائي ده تمانينات اعدادي في اخر التمانينات سنوي مطلع التسعينيات الى اخره دي الطبقة المتوسطة المصرية تدرس الادب الانجليزي للناس اللي كانت بتدرس باللغة الانجليزية نزاراتنا ورفقنا اللي كانوا موجودين في المدارس الفرنسية بيدرسوا الادب والمصرح الفرنسي طيب ده جزء كبير جدا من الطبقة المتوسطة كانت مبهورة مفعامة بالادب الروسي ده شعب انا انا بكلمك على نظرتنا وقراءتنا الادبية تلفزيون ومصرح وسينما كانوا بياخدوا مأخوذات من الادب العالمي ويعملوا لها تمصير ويقدموها على خشبة المصرح تتعامل المسلسلات تتعامل افلام يبقى هنا اطلع بقى بره نطاق حتى مدارس الطبقة المتوسطة المواطن المصري يذهب الى المصرح لمشاهدة مصرح عالمي المواطن المصري يفتح التلفزيون يلاقي ادب عالمي وادب محلي السينما السينما شرحه هو ده شعب يقدر عليه الا ربنا وربنا بيحبنا ده مكرمنا في الكتب التلاتة بالاسم هو في حد تكرم غيرنا محدش اذا انت بقى لا تبخص قدر نفسك لا تبخص قدر ذاتك لا تحاول ابدا ان تفكر بانك قليل او ضعيف او غير قدر خالص انت دايما تقدر وعد بص على المتوليات التاريخية هاتلي اصعب مرحلة مرت بيها مصر السؤال عدت ولا ما عدتش عدت طب عدت والسلام ولا عدت وبقت اجمد من الاول دي بقت اجمد من الاول انا اللي بقول ولا التاريخ اللي بيقول التدوين الانساني هو اللي بيقول هتلاقي زي مصر فين هتلاقي حتى وهنا بقى جزء منه مش بس التكوين الولداني ارسك الحضاري انت هتلاقي فين شعب يحمل الزكاء حقيقي انا اشوف انه جينيا اكيد احنا عندنا جين متفوق ما مش نظريات بقى زي نظرات القرية وكلام ده خالص انا شخص غير عنصري على الاطلاق بس الواقع التاريخ بيقول كده ما هو مش معقول وانا كنت بقول لكم الكلام ده من الاسبوع اللي فات مصر حتى في اضعف الاحوال برضو قوي مش معقول ان انت اكبر منتج للعقول من الباحثين على مستوى العالم ده كلام يوسف ده احصاءات الامم المتحدة هي اللي بتقول انه مصر بتقدم اكبر عدد من الباحثين في الجامعات الدولية برا اكبر عدد باحثين دول مش طالبة الجامعة دول اللي هما الناس اللي بتبحث في رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه اللي خدوها بالعرق وبالشأة بالزكاء بالعلم بالتقدم دول المصريين اذا انت قادر على انك تعبر اي ازمة في شرط واحد واحد فكر بهدوء ما تتوترش واخد بلك قعدة رئيسية في اي شيء اتوترت وقعت ما توترتش اتحلت الازمة كله بامر ربنا سبحانه وتعالى ربنا يسبب الاسباب تخيل بقى لما ربنا ما يسبب الاسباب جعلك انت تحديدا ان المواطن المصري ده السبب اضرب لك مثل بسيط احنا برحل عن دنيانة مهندس شريف اسماعيل صح تذكروا احنا بنقرأ جزء بسيط من مشوار الراحل العظيم خدت بالك في الحتة بتاعت انه احنا كان عندنا ديون متلتلة لصالح شركات الفترول العالمية والشركات دي وقفت الشغل معنا الرحل العظيم كان مخه نور يعني مش بس راجل فاهم شغلانته كمهندس مهم للبترول او كرئيس لشركات مخه نور عرف يتعامل مع الشركات وعرف يتعامل مع المديونيات فيقنع الشركات بالعودة وتسديد المديونيات في نفس ذات الوقت الى ان تنخفض المديونيات اللي زادت عن ستة مليار لواحد مليار في عامين اتنين ومعندناش كنوز يعني كنزنا الرئيسي ده وامر المولى النهاردة تقدم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية الجنازة العسكرية التي اقيمت لهذا الراحل العظيم وما اقول لك لهذا مش لذلك التي تفيد البعد هيبقى المهندس شريف اسماعيل علامة مضيئة لانه تولى مسئوليات فاصعب المراحل الراحل المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق ده كان في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير تنطاوي بالقاهرة الجديدة الرئيس قدم واجب العزة لأسرة الفقيد واشار الى انه المهندس شريف اسماعيل يعدى احد الرموز الوطنية المضيئة وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل اخلاص في مراحل دقيقة من عمر هذا الوطن الامر اللي بيعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم اللي مفيش زيه ابدا طيب ناخد بعضنا وننتقل تعالوا ننتقل تعالوا نتكلم حبة هنا على برضو مخ المصريين النور شوف المصري مخ نور مش حد يقدر ينكر تعرف كل اخواتنا في المنطقة العربية دايما يتكلموا على زكاء المصريين دايما يتكلموا على قدرات المصريين دايما يتكلموا على ايدي المصريين البيضاء دايما تلاقي كل اخواتنا في المنطقة العربية يتكلموا عننا حلو جدا ويحبونا ويحترمونا ويجلونا ويتذكروا دائما كل ما قدمناه وكل ما نقدمه ودايما حتى يقولوا على شخصيتنا يقولك المصري بيدخل القلب اول الله العظيم يا ناس معتابه وداني في كذا مرة يقولك المصري يدخل القلب بس انا اشوف انه هو بنى العقل وهنا هتشوف مثلا على سبيل المثال انه اول ما توفر له الامكانيات اللازمة فتلاقيه مثلا زي النهار ينجح في اول عملية زراعة كلا احنا بيعملها من زمان بقالنا سنين لكن في مركز 30 يونيو الدولي بالتحديد وده التابع لهيئة الرعاية الصحية بحفظة اسماعلي عايز تقول لي يوسف ايه عايز تقول على زراعة الكلا اقولك لا اقولك احنا ازاي قدرنا نعمل منظوم التأمين صحي بهذا الاتساع وبهذه القوة القوة خد بالك وبهذه الكفاءة وبهذا المستوى اللي بيشهد له القاسي قبل الداني خلي بالك احنا ما بنشهدش لنفسنا اللي انه لا ده احنا جمدين اوي اوي فلما توفرت الامكانيات عملنا منظوم التأمين صحي بهذا الشكل تيجي تقول لي طب وهي يا يوسف لسه ماكملتش على عموم الجمهورية هقولك يا رجل يا طيب هو كان فيه اصلا ما تعال نقعد نشوف احنا عاوزين نعمل حاجة كلش ان كان ولا نعمل حاجة محترمة وكبيرة ونستفيد منها بجد وتبقى فيها كفاءة متنهية المستوى او لا متنهية المستوى بجد طيب عايزين نعملها صح يبقى نعملها صح خلونا الاول ناخد معنا على التليفون الدكتور محمد العقاد مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهايئة العامة للرعاية الصحية والف مبروك الله يبارك فيك عمل يا دكتور يعني انت عارف انا بسعد بنقائي معاك دايما والله انت من الناس المقربين لقلوبنا جميعا ولقلوب المشاهدين بس احنا بيتفقين على انه بتحط المواطن كده اولوية وبتحب تناقش كل ما يخص المواطن المواطن يا ربي خليك بس احنا متفقين على انه مفيش استاذ ولا القابة بين الاصحاب والاخوات يعني احنا متفقين على كده من بدري ده حقيقة خليني عايز ارجع معاك على العملية اللي اتعاملت النهاردة في مستشفى 30 يونيو هي بالنسبة لنا مش مجرد عملية لنقل وزراءة الكلام هي بالنسبة لنا حاجة تانية خالص لكن خليني اسألك على ترجمة جملة حاجة تانية خالص انا انا دايما ببسط بأسلتك ونتعايش وعشان كده هاخد من السؤال ده المسج اللي انت عايز توصان على الناس حتحبين نقول الاول رسالة مهمة جدا للمواطن المصري احنا القيادة السياسية وفخامة الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل حموا الاول للمواطن المصري وبالتالي اه كل ملافذ بندخله في حي التطبيق دوه منظومة التأمين الصحي الشامل عايز اقولك ان هو بيتم دراسته ويمكن انت نزلت معنا على الارض وشوف حاصل بيتم دراسته من اول احنا بندرس كل تفصيلة فيه عشان ما يبقاش اه في غلطة بنوع فيها طبعا ما فيش حاجة فيها كمال ولكن لما تقترب من النسبة العالمية في تقديم الخدمة يبقى احنا عملنا حاجة كريسة جدا عايز اقولك ملف زراعة الاعضاء ده اه وتكليف اه هيئة رعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا يكون جوه المنظومة ونبدأ اه فيه عادنا فترة عشان ندرس الموضوع كريس جدا ازاي نستقطب الناس اللي هتقوم معنا بالقصة دي ازاي نكون فول اكوت او يعني عشان نترجمها بالعربي نكون جاهزين مية في المية من اصغر مستلدم واصغر خيط ابرة في العمليات لغاية اكبر جهاز ممكن نستخدمه اه ازاي نوفر رعاية اه رعاية عجلة مريض زراعة الكلة عشان اه في الفترة الاولى اللي منعته تبقى فيها ضعيفة اه يبقى قاعد في وقت اه اجواء معينة واضغط معين جوه الغرف بطريقة معينة تتناسب مع المعايير العالمية لزراعة الكلة كل خطوة من دول الدرسة يعني فني وإداري وكل حاجة اه عايزة اقولك مركز تلاتين يونيو هو مركز متخصص في امراض الكلة والمسارك كل ما يخص الامراض البطنية والجراحية في الكلة والمساركة المركز ده يعني سعته اه السريرية سبتاشر سرير بخلي ثمان اسرت رعاية غرفتين رعاية عزل المرض زراعة الكلة ثلاث غرف عمليات اربعة وسبعين سرير غسيل كلام المركز بيخدم ما يقرب من ربعمائة عيان غسيل اللي هو المستدين اللي هو بيخسل بصفة منتظمة يوسف ميشل اللي هو العيان الطوارئ اللي بيخسل جلسة غسيل بسرعة دلوقتي لا ده ربعمائة عيان بيخسلوا بصفة منتظمة على مدار الاسبوع بيخدمهم احنا قدمنا في مركز الكلة ده ما يقرب من سبعة وثسعين الف جلسة غسيل كلوين قدمنا خدمة الطوارئ لعدد تلاتاشر الف وتممية خمسة وتمانين عيان الارقام دي ارقام على مركز متخصص في الكلة ارقام كبيرة عايز اقولك ان اقليم القناة بقى فيه حاجة نفتخر بيها كلنا كل مصر يفتخر بيها مركز كلة ومسالك في كل حاجة بتتعامل تخصص الكلة بالكامل وصلنا لزراعة الكلة اللي هي الحمد لله زي ما تقول الحلم في هذا التخصص المسالك وصلنا فيه للتفتيت والمناظير وعمليات المسالك وكل العمليات الجراحية بتتعامل فيه لنا ان نفتخر ان منظومة التعامل صحي الشامل تضم مركز في الكفاءة دي وفي تقديم الخطمة الصحيح المحترمة دي ومن كلمتك حابب اقول ان احنا يعني الواحد فعلا في المنظومة دي بيفرح يوم عن يوم يا الله لما نوصل احنا يبقى عندنا في منظومة التعامل صحي الشامل زرعة كلا ولما تعرف ان اول عيانة عندها تسعتاشر سنة بعد ما كانت بتغسل ثلاث او اربع جلسات في الاسبوع كل جلسة اربع ساعات اه طبعا دا بيأثر على حياتها وعلى حيات حسرتها والاعداء المالية والنفسية طبعا تفاهم الكلام دا لما تشوف الفرحة ان هي بتزرع كلا وان التبع يبقى فيه تاكسي ستوري او قصة نجاح دي دي ده لهيئة الرعاية الصحية اه مش عايز اقولك فرحة الحمد لله الفريق المشتغل والدكاترة والتمريد والعمال وكل الناس ان احنا بدأ يبقى الحمد لله فيه زراعة كلا نبدأ ان نخفف على اهلنا وولادنا والشابات بطوعنا اه يعني اعباء النفسية والاقتصادية للفشل الكلوي ومرضى الفشل الكلوي وان هما بيتعرضوا للغسيل الكلوي زي ما اتفقنا ثلاث اواربع مرات في الاسبوع الفرحة كانت كبيرة جدا يوسف المهاردة لا وبالمناسبة يعني الحمد لله بنجاح العملية يعني الحمد لله الحمد لله ان هي اول عملية دراعة كلا ونجاح الحمد لله والله بص اولا يعني احنا حتى كنا عارضين حالا لسه لينها هو الصورة بتاعة الفريق اللي قام بالعملية الجدير بالذكر وانت قادرة مني بكتير الدكاترة المصريين هم الاعلى طلبا في اوروبا مطلوبين بالاسم عايزين مصري حد تاني فانا اكتر حاجة بسطاني ان احنا قدر الامكان وانا عارف ان ده مجهود مهم كبير اسف وهياخد مننا وقت وهياخد مننا حاجات كتير ان احنا بنخلي ولادنا هنا عشان نستفيد بهم معانا ده بقى يا قدني للسؤال اللي جاي كده اذا امكن انك تفرحني با مش مجرد سابقة يا فرحة من قلبي ان احنا قريب هندخل محافظات جديدة ان شاء الله ها هفراحك طبعا وهقول لك ان احنا ان شاء الله بإذن الله اه اه مقل اصول اه المستشفيات اه محافظة اسوان المحافظة اللي كلنا بنحبها و بنحب اهلها طبعا اه بسبب طيبتهم و جدعانتهم اللي كلنا بنقابلهم في حياتنا اليومية ان شاء الله ده هو يعني زي ما انت قلت لو انت مش عايزوا يبقى سابقة وعايزوا فرحة للمواطن المواطن اه والله العظيم ان شاء الله بإذن الله محافظة اسوان المستشفيات والوحدات ومراكب طب الأسرة إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية في خلال الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله هننتقل إلى هيئة الرعاية الصحية عشان نبدأ نقدم فيها الخدمة يليها مباشرة إن شاء الله بإذن الله محافظة السويس واحتمال كمان يكون في نفس التوئيس فإحنا هنضغط شوية أده قدود أده قدود دي بقى الحاجة تفرح القلب بجد عايزة أشكرك جدا 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 صديقي العزيز جدا اللي أتشرف بيه الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية قد أخذنا خبر كويس أسوان دخلة في السكة بعدها على طول بإذن الله سبحانه وتعالى السويس وهلوم مجرة إحنا طالعين فاصل وهنكمل الكلام هنا إذن توكلنا على الله حاجة مزهلة بصراحة حاجة مزهلة يا عيدول لازم يتحبسوا عارف لو علي لو في قانون يقول يتحبسوا أبحبسهم دون أن تأخذني بهم شفقة أو رحمة والله العظيم طيب تعال تتفرج على مصر أصل مصر دي كبيرة أوي 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 والله 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 لو أنا مش مصري هقولك نفس الكلام مصر صديق وفي أخ حقيقي لمن يريد مصر علاقتها بإفريقيا هي علاقة التاريخ علاقة الأنثروبولوجي علاقة الجغرافيا وارد وفي علاقة السياسة وارد لكن ما يربط مصر بإفريقيا هناك بعد آخر هو فعلا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي إن إحنا مع بعض نمرى واحد دون منازع ولازم تشوف شكل العلاقات ما بين مصر وما بين تنزانيا عاملة إزاي مش بس السد نسأله أبعد من كده مصر حفرت تقريبا حوالي ستين بير جوفي في تنزانيا ليه؟ عشان نوفر مية الشرب للمناطق اللي بتعاني من ندرة المية في هذه المناطق داخل تنزانيا بالتحديد ليه؟ عشان مصر بلد كبير عشان مصر بلد وفي مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري أهلا بحضرتك كفان أهلا بحضرتك لو أعدنا نحكي على العلاقات المصرية التنزانية سوف نتحدث بما يزيد على عشر حلقات مش كده؟ بالضبط ومش بس تنزانيا الحقيقة يعني مصر وجميع دول حوض النيل الحقيقة تاريخ طويل ومشرف من الأخوة والتعاون والصباقة اللي بتربط مصر مع جميع دول حوض النيل تنزانيا وجميع الدول الحقيقة علاقات مستمرة ووطيبة على مدى عشرات السنوات بين مصر وجميع دول حوض النيل وده شيء بيساعدنا إن إحنا نكون إيد واحدة كلنا مصر وجميع دول حوض النيل إحنا إخوات أولا وأخيرا طبعا حرة واحدة ومصير واحد ونهر واحد بيجمعنا كلنا شريان حياة بيجمعنا كلنا وده شيء مهم جدا إحنا بنكون دايما حريصين عليه ويمكن يعني إحنا مثلا شفنا من حوالي أسبوع دكتور هاني سويلم كان في زيارة رسمية لدولتي السودان وجنوب السودان النهاردة وبكرة بإذن الله في دولة تنزانيا الشقيقة جوالات مستمرة لسيادة الوزير للتأكيد على العلاقات الأخوية القوية التي تربط مصر بجميع دول حوض النيل ومصر في هذا التعاون بتقدم دائما يدها بالخير وبالنماء وبالتعمير في جميع دول حوض النيل زي ما حضرتك ذكرت كده في تنزانيا مشروعات للمياه الجوفية 60 بير جوفي مصر قدمتهم لدولة تنزانيا الشقيقة في بعض الأماكن بيكون فيها لسنا المناطق النائية ما فيهش مصادر للمياه بشكل مستديم مصر سهمت بحفر 60 بير جوفي في تنزانيا لتوفير مياه الشرب للأهالي في هذه المناطق يمكن مش بس موضوع حفر الأبار دوت موجود في تنزانيا ولكن موجود في العديد من الدول زي جنوب السودان مثلا الأسبوع اللي فات احنا حفرنا أبار كتيرة وسيادة الوزير ظهر أحد هذه الأبار اللي تم افتتاحها مؤخرا في جنوب السودان فده شيء مهم احنا دايما نحرصين عليه انه بنشوف احتياجات اخوتنا في هذه الدول محتاجين ايه ايه الأهالي بيطلبوا وبالتالي بننفذ هذه الطلبات بننفذ احتياجات المواطنين بحيث المشروعات اللي بيتم تنفذها من قبل الدولة المصرية في هذه الدول يكون بينعكس بشكل مباشر على المواطنين انه بعمل مشروع فعلا بيخدم الأهالي بشكل مباشر في مجال المياه سواء محتاجين عبار جوفية او في بعض الدول بيبقى مثلا عندهم مشكلة احتياجهم لحصاد مياه الأمطار مصر نفذت سدود لحصاد الأمطار نفذت أعمال لإزالة الحشائش من بعض المجال المائية ودي كانت بتسد وبتمنع الملاحة النهرية ودي مهمة جدا في هذه الدول للأهالي والصيادين فدايما الدولة المصرية حريصة انها تشوف الأهالي عايزين ايه في هذه الدول وعلى أساس دوت احنا بنتحرك وبنقدم وبنساعد وبنعمل دوت بروح كبيرة جدا من الأخوة والمحبة والتقالف اللي بتجمعنا مع جميع هذه الدولة طيب عظيم جدا أشكرك سأل بشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرأي ده اللي قاله سأل بشمهندس محمد غانم كلام مهم جدا ان العلاقة مش بس تنزاني هي العلاقة طبعا بأفريقيا كلها وخد بالك انه العلاقة فعلا المصرية او علاقة القاهرة بال54 عاصمة هي علاقة شديدة المتانة ولا أظن انها قابلة للمنافسة عليه يعني صعب تلاقي انه في حد يتنافس على مكاننا في قلوب الأفريق صعب جدا وبعده ما فيش حد زينا جوا أفريقيا لأن احنا في النهاية شعب واحد قارة واحدة عندنا فعلا مشتركات كتير طول الوقت ما قدرش شاكر ان احنا عنينا بمرحلة فطور معينة لكن اعتقد انه مرحلة الفطور دي ان أثبتت شيء إنما تثبت انه بجد قدرات مصر مهولة ليه؟ فطور ايه عم يوسف ليه؟ انه قدرات مصر مهولة لأنه بعد هذا الفطور وبعد مرحلة سياسية غير مستقرة على الإطلاق بدءا من يناير والحد 2014 احنا بنتكلم في ثلاث سنين تقريبا من 2011 ل 2014 مرحلة فيها عدم استقرار سياسي طبعا وده أدى للمزيد من البعد لأنه كان سابق عليها على طول 30 سنة فطور تقريبا ما بنكلمش بعض مجرد علاقات بروتوكولية على عارف كلمة أبرد أبرد جابنا البرودة أبرد مستوى كانتها بفطور حد لما ترجع لعلاقة وتقدر تستعيد إفريقيا وإفريقيا تستعيدك في أربع سنين أو بالأدقى الثلاث سنين ونص تعرف إنه علاقتك بإفريقيا أقوى بكتير مما نتصوره نحن عن أنفسنا ومما يتصوره أي حد على الإطلاق طيب تعال هاخدك شوية على مصر هل الاقتصاد المصري بخير وإنت هتقولي لأ هقولك آه إيه دليلك يا عم يوسخ أنا هعدلك وهزدلك عشرات المرات في إنه الأزمة على مي خلاص يعني المفترض إن احنا كلنا فهمين ده حقيقي يعني وأنا لا أحب أن أفسر الماء بالماء لكن تعالوا نبص بزاوية أخرى هو لو الاقتصاد المصري مش بخير إيه اللي يدفع بالمستثمرين الأجانب إن هما يجوا عندنا يعني إيه اللي يدفع بإني يجي لنا استثمارات هندية صينية روسية رومانية لما بلينكين كان هنا المزيد من دفع أو إن احنا شايفين إن احنا أيوة لازم ندفع بالمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر إيه اللي يخلي الألماني يستثمروا عندي إيه اللي يخلي البريطانيين يستثمروا عندي هما مش كل دول مضوا معايا في شرم الشيخ طيب لما أنا اقتصادي مش حلو الناس دي بتمضي معايا ليه يعني دي بتمضي معايا استثمار الله بلاش طيب لو أنا اقتصادي مش حلو إيه اللي يخلي شركات وصناعات تكنولوجية تبقى عايزة تيجي عندي مصر قالت والله إحنا شايفين إن فيه potential من شركات صناعات تكنولوجية إذا صناعات المحمول لهم يجوا طيب في حاجة أنتوا يا جماعة عايزين آيوا إحنا عايزين نيجي مصر عايزين تيجوا مصر ليه يا الله يا جماعة أنتوا عاملين في مصر شغل كويس جدا والشغل ده مرتبط بوجود شرايين تنمية وهي شبكة واسعة قومية للطرق والكبار وسائل النقل إلى آخر أنتوا عندكوا خدمات لوجستية أصبحت بتنافس أنتوا عندكوا قدرات في المواني وفي المطارات بتنافس أي حد في المنطقة وبالتالي كمان أنتوا عندكوا بنية أساسية وعندكوا بنية تكنولوجية تساهم في ذلك بس عايزين منكوا شوية إيه تيسيرات محفزات كلام مندي جاءت الحكومة قالت هنعمل محفزات وميسرات لو صح التعبير لتوطين صناعة التليفونات المحمولة في مصر خليني في الحتة دي تحديدا أخد معنا على التليفون سات النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أهلا 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 يوسف بإيه مساء الخير إزا حدث؟ إزاك يا سات النائب عامل إيه؟ أنا يخليك منور دائما بنورك فرحني بحزمة المحفزات والتيسيرات ونصف أضلي سؤال بس عايز أعرف الأول الحقيقة هي زي بقلت وأنا يعني باتفق معاك خاصة أنا في قطاع للصلاة بقى لي فترة كبيرة صحيح فشايف الحقيقة الدولة المصرية قادمة بشكل كبير جدا في جذب الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا المعلومات بصفة عامل يمكن النهاردة دولة رئيس الوزراء تابع بنفسه كان دعا وزير للصلاة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس تهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات وعدت من المستثمرين لكبرى الشركات العالمية الحقيقة المستثمرة فعليا في مصر لكن النهاردة هيزودوا استثماراتهم بشكل كبير جدا خاصة زي ما بنقول توطين صناعة المحمول على وجه الخصوص يعني الله وشركات أسماء كبيرة جدا يوسف بيها على فكرة يعني طبعا مش عاوز أقول لي اسمها ولكن شركات عالمية كبرى لها اسم عالمي في حاجة تبدأ بحرف S؟ آه طبعا حاجة تبدأ بحرف O؟ آه تمام في حاجة زيادة ولا أنا ما عم بيقل لا 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 تمام المعلومة معلومة صحيحة مية في المية فضل ونعمة تلت شركات محمولة يعني عندنا اللي بيبدأ بحرف السين ده النهاردة الحقيقة تم التنصيق والاتفاق واحنا مش عاوزين نحرق بقى يعني ميت فول يعني كان الدكتور عمري طلعت هيعلن خلال وزير السلاة والتقوجة المعلومات ونا بنتكلم النهاردة ويمكن هيعلن خلال الفترة اللي جاية التفاصيل وأنا عاوز أأكد الحقيقة آه إن وزارة السلاة والتقوجة المعلومات استطاعت خلال الفترة الماضية وزير الفترة جذب شركات صناعة محمول زي فيه شركة والهنون وآلف آه وفيه طبعا يعني ده إضافة للأسماء اللي حدا قلتها يعني ويمكن أنا متوقع جذب شركات جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة رائع رائع ويمكن أنا عاوز أقول وأنا جنت في لقاء دولة رئيس الوزراء من كام من كام يوم برضو الحقيقة وفيه تسهيلات بتقدمها الحكومة لحياة تسهيلات متعددة لهذه الشركات خاصة مصر واعدة شكل كبير في صناعة التفاصيل المعلومات وأنا عاوز أضيف حاجة يزيد بيها على فكرة احنا احنا دلوقتي يمكن سيبت الرئيس وجه خلال فترات اللي فاتت بإنشاء المناطق التكنولوجية في مختلف عدم النهاردة فيه بس عاوز أطمنك وطمن سيد المشاهدين أن احنا عندنا مناطق تكنولوجية النهاردة نسبة الإشغال فيها وصلت 100% زي السيوت مثلا النهاردة النهاردة أحد الشركات العالمية عندها مصنع كبير بدأ ينتج وبتعمل توسعات في منسويف تم التنصيق النهاردة أحد الشركات سيدك قلت عليها سينتي هتتوسع في العاشر من رمضان اللي هو توطين صناعة المحمور يا أهلا وسهلا ينوروا يشرفوا ويأنسوا فده هيفتح سوق عمل كبير جدا 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 خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله أنا كده سألت السؤال عشان كنت نفسي أعرف الشركات فأنا كده عرفت يعني مش عارف أقولك إيه فرحت قلبي كده والله العظيم ألف 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 شكر لك سادت النائب ربنا وفهنا جميعا فيه خير البلد دي بإذن الله سبحانه وتعالى كل الشكر لسادت النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب سؤال بقى أظن سين مفهومة ونون شات نهبها لها وألف وهي طب يعني أنت كده عندك تقريبا أكبر أربع شركات للتليفونات المحمولة في العالم وفضلك واحدة تبقى كده جبت الخماسي ده كده الخماسي الحديث عارفة خماسي الحديث بتاع العاب القوة أنت كده جبت خماسي المحمول إذا جبنا الشركة الخامسة على الأقل معايا أربعة هنا يعني 80% من الشركات الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى تبدأ تطلع إنتاجها من الأراضي المصرية سؤال لوجه الله هو الناس دي جاي علشان تلعب معانا دور شطرنج ضمنة حكشة جاييني هزروا جاييني بعزقوا عندنا قرشين هو ده معناه إن الاقتصاد المصري بعافية بجد فبالاش بقى ربنا يهدي العاصي والله بتكلم جد شوف سيبك 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 ربنا يهدي العاصي والله بتكلمك بجد ما تسلمش مخك لا هل بتعملات بره هتيجي بقى تقول لي أنا عم يوسف وده حق أتكلم دلوقتي على أسعار الأكل والشرب وقل لك حقك بسوى مين قالك إن الدولة مش قاعدة عمالة يعني ناقص تضرب الأرض تطلع بطيخ عشان تحللك الأزمة دي عزيز المواطن عزيز المواطن هو الأعلاف دي محلي ولا مستورد طب أنت عارف إنها مستورد يعني طب أعمل إيه العليقة محلي ولا مستورد برضو عارف إنها مستورد طب أعمل إيه طيب الزيت محلي ولا مستورد برضو عارف إنه مستورد طب أعمل إيه لا في عندي حلوة مش يوسف الدولة طب ما بدأ قهاش لي ومين قالك إنهم ما بدأ قهاش يعني هو الدولة على سبيل المثال ما بدأتش تتوسع في الزراعة الدورة الصفرة علشان المسألة بتاعة الأعلاف والعليقة وما إلى ذلك بدأت طب هو الدولة ما بدأتش انها تتوسع في زراعة رقعة من واسعة بالموازمة فول الصوية علشان برضو حل الأزمة بتاعة الأعلاف والزيوت والعليقة زي الدورة الصفرة بدأت طب هو الدولة مش بتوسع رقعتها من المحاصيل الزيتية على سبيل المثال بدأت هل انت متصور انه ده على طول كده يسد الفجوة رئيس الدولة تحمل المسئولية وقال انا بإذن الله سبحانه وتعالى قده وهو بإذن ربنا سبحانه وتعالى قده وربنا يقدره فهو بيتحمل مسئولية اصلاح كل ما فسد وكل ما لم يفعل أصلا يعني الطرق اللي ما تعملتش نعملها المصانع اللي ما تبنتش نبنيها الرقعة الزراعية اللي تأكلت نزرع من أول وجديد الميا اللي كانت بتتصرف في البحر اشتغلي عليها ايه لأخي ايه لأخي مش هقعد عدي لك بس حلو فبيحاسب على هذه الفطورة ومتحمل المسئولية راضيا وبإذن الله سبحانه وتعالى قادرا بس يا مولانا من الآخر كل حاجة بإذن الله ماشية صعوبة آه صعوبة شدة آه شدة هتعدي هتعدي بنا كلنا خلونا نروح لفاصل ثم تقرير على فن اسمه فن المصغرطية عالم مصغر من التراث المصري والعربي عالم مصغر من الزكريات عالم مصغر من التفاصيل اللي شكلت الوجدان نشوف التقرير ونروح للفاصل ونرجع لكم من الكلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النتائج بتاعتهم احلى من الكبار لان هم كريتب اكتر وعندهم شغف اكتر فبالتالي بيبقى النتائج احلى يعني ازاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس تم تخصيص سبع خطوط أوتوبيسات لنقل رواد المعرض الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض ثم رمسيس العباسية جامعة الأزهر محور المشير ليصل الى معرض الكتاب الخط الثاني من دوران شبرى شارع شبرى ميدان أحمد حلمي شارع رمسيس العباسية نادي السكة جامعة الأزهر محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب الخط الثالث من النزهة الجديدة ميدان الحجاز السبع عمرات مكرم عبيد مصطفى النحاس المنهل الوفاء والأمل ليصل الى معرض الكتاب الخط الرابع من ميدان المطرية الحلمية كلية البنات عين شمس ميدان هشام بركات الحي السابع حي السفرات ثم معرض الكتاب الخط الخامس من ميدان الجيزة جامعة القاهرة القصر العيني السيدة عائشة الأوتوستراد جامعة الأزهر وصولاً لمعرض الكتاب الخط السادس من سقر قريش المعادي نادي وادي دجلة الطريق الدائري محور المشير ليصل الى معرض الكتاب الخط السابع من سراي القبة، روكسي، السبع عمرات، الحي الثامن، الوفاء والأمل ثم محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كبر الأوبة واستقلال الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة ستة جنيهات ومن موقف تشكا بحلوان بتعريفة ثمانية جنيهات بالسيارة، قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس يا خسار، معرض الكتاب هي خلاص بكرة أنا من الناس بحب معرض الكتاب جداً بجد والله وما أنا عندي ذكريات طفولية كتير جداً معا ثم ذكريات في مرحلة أكبر بقى بتاعت سن الصبا ثم المراهقة شباب حاجات زي كده وتشيل الشنطة وتروح وتملك كتب وبعدين هتقرأ كل ده المراهقة دي بقى احنا هنعود نقرأ بقى على مدار الأسابيع القادمة طبعاً دي كانت الجمل بتاعت لما نيجي نروح ايه صحبة وشلة بقى كده وإحنا في الجامعة هتقرأ كل دول فلنوم احنا هنعود بقى نقرأ وخليه لك برضو المعرض بيقدم الكتاب بسعر معقول حقيقي يعني المراهقة دي بالذات أنا بالنسبة لي كانت المسألة مفاجئة جداً إنه لسه في كتاب بجنيه في رحة فرحة لما عرفت الحكاية دي لسه فيه كتاب بجنيه إذن على رأي محمد بن لسه الأحلام ممكنة كتاب بجنيه يا بختنا والله العظيم وخد بالك الهدف الرئيسي إن هذا المعرض يستمر فيه تشجيع المصريين على القراءة المعرض اللي هيفضل معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر وأهم معرض للكتاب في المنطقة العربية معرض يفرح الكل يفرحنا ويفرح اللي حوالينا خلونا نروح لزميلي العزيز أحمد الحسيني ونشوف ماذا عندك يا بو حميد مساء الخير مشاهدين رسالة جديدة من رسائل معرض القاهرة الدولي الكتاب في يومه الحداشر نقدر نقول إن اليوم الحداشر شهد إقبال كبير جدا من الجمهور كان فيه إقبال غير عادي من الجماهير من مختلف الأعمار السنية سواء من الفتيات أو من الشباب من القبار ومن الصغار وبحسب تصريحات رسمية للمسؤولين على المعرض الكتاب وصل عدد الزائرين للمعرض في اليوم الحداشر لتلاتة مليون زائر مواطن من مختلف الجنسيات سواء من مصريين أو من عرب أو من دول أجنبية النهاردة كان فيه فعاليات وندوات ثقافية كتير جدا البداية مع قاعد صلاح جاهين قاعد صلاح جاهين شهدت مجموعة من ندوات بداية من ندوة صلاح جاهين في بلاط صاحبة الجلالة وطبعا صلاح جاهين هو شخصية المعرض لهذا العام أو لهذه الدورة الرابعة والخمسين كان فيه ندوات وفعاليات ثقافية تانية زي الخطات قدر البورس عيدي وطبعا هي ندوة كمان كانت مهمة جدا عن الخط العربي بالإضافة إلى أن القاعدة الدولية شهدت أيضا مجموعة من الندوات والفعاليات الثقافية من بينها أو من بين هذه الندوات اللي كانت موجودة كانت الثقافة السياحية في الأردن وطبعا الأردن هي ديف شرف المعرض لهذا العام وبالتالي احنا بنتكلم عن فعاليات ووجبة ثقافية دسمة مهمة جدا بيشهدها معرض القاعدة الدول الكتاب خلال أيامه اللي فاتت وبالتالي كمان النهاردة أو يتبقى يوم واحد لنهاية هذه الفعالية الثقافية معرض القاعدة الدول الكتاب اللي بيغلق أبوابه يوم 6 فبراير يعني غدا بإذن الله وبالتالي هي فرصة مهمة جدا لمحبي شراء الكتب ومحبي القراءة ومحبي حضور هذه الندوات الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة إنهم ييجوا يحضروا معرض القاعدة الدول الكتاب قبل أن يغلق أبوابه وطبعا بيفتح أبوابه في العشرة الصباحة طبعا من خلف كمان مجموعة من العروض الفنية اللي بتتوالى على المسرح الخارجي هنا في المعرض القاهرة الدول الكتاب النهاردة يمكن كان فيه مجموعة مختلفة من العروض الفنية زي الفنون الشعبية وأيضا سرق القوم أقدم مجموعة من العروض الفنية اللي بيكون فيها أقبال كبير جدا من الجمهور وبالتالي هي فرصة مهمة جدا ينبغي على كل مواطن أو كل زائرة كل محبي القراءة إنه هو يكتسب ويستفيد من هذه الفرصة ويحضر قبل إغلاق المعرض لأبوابه شكرا لكم وإلى اللقاء طيب دي كانت رسالة برضو أكتر من رائعة وأكتر من شاملة جامعة تعالوا نشوف الكتاب والفنانين عملوا إيه كتاب وفنانين بيحصدوا جوائز الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كاتبنا محمود عياد يحصل على جائزة القصة القصيرة من أوراق الغريب والصدرة عن هيئة الكتاب تصفيق حاد بالمناسبة يعني أنا عجبني بالمناسبة النشاط بتاع الهيئة إلى أبعد الحدود حقيقي يعني طيب معنا على التليفون الكاتب محمود عياد أهلا 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 ومبروك بالمناسبة على الجائزة القط فصل يا جماعة وفي إيه إحنا حظنا مش اللي هو طيب خلوني على ما نكلم من الأستاذ محمود عايزة أختك برضو على حاجة مهمة جدا نحن النهاردة عندنا والله أستاذ محمود ها معنا مين أصلا بصراحة كنت عايزة أتكلم مع الأستاذ عزة العلالي والأستاذ فاروق الفشاوي رحمة الله عليهم جميعا معاه أيضا الكاتب محمد عمر حسن جايزة أفضل رواية بعد أن يسدل الستار والصدرة عن دار العربي للنشر أهلا بيك أهلا بيك يا فاند زي الأحوال كله تمام أهل الحمد لله وبس الاسم عمر عافية الاسم المعروف يعني الاسم المعروف عمر عافية يعني إحنا كلنا حتة من الاسم بالصبت كده عافية لا ده ألف أنا وعافية خليلي أقولك مبروك الأول على الجايزة أشكر حليك على استداثة كترخي لك لا خالص ربنا خليك يا رب أخيري أول أشكرك أنا اللي على هذا المنتج الأدبي ودي حاجة مهمة جدا ومبروك على الجايزة وده هيخدني على إزاي شفت معرض الكتاب السنادي أنا من الناس اللي لاحظت أنه فيه إقبال حقيقي ومن أجيال صغيرة وده كان رائع وفعلا ده غير كان متوقع بصراحة خارس يعني باب ده راحي كان رايح مستور كل الحاجات اللي كانت قابل المرض ما توحيش أن الأمور هتبقى يعني كويسة بس بقيتش بس كويسة بقيت رائع الحمد لله وحتى أصدقاء النشيرين دولي حتى الشراء معتدل جدا ومتاس يعني الحمد لله نادي ناجح جدا 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 طب من وقع الكتابة الأدبية تجد أنه المصريين بالوقت أصبحوا أميل للقراءة بعد مراحل كانت تبدو أنه في حالة عزوف من المنطق برضو زي حاجة جديدة لأنها عليك ما تستطيع السوشال ميديا كلها بتخلي ناس كلها تكتب وتمتبه لحاجات تانية فالناس بقى عندها حب أنهم نكتبوا يعرضوا قراءهم على القراءة سواء القراءة أصحابهم أو القراءة المفتحين أصفر يعني وبالتالي بقى في حاجة زي ما دي أخذ الجزء من القراءة البتالي بقى فيه ناس تانية عايزة تقرأ بالجيادة وتقرأ حاجات جديدة وبالتالي الكتاب ما فقدش أهميته زي ما بيقوله يعني ما جاء إن شاء الله يعني هل ده معناه أنه السوشيال ميديا تسببت فيه إصدال يعني بعض الأسطار على الكتابة الأدبية؟ هي جزء وجزء يعني جزء فتح للناس اللي عايزة تقرأ برضو لأن الحاجات الأولانية كانت بتعمل وكل واحد يكتب ستيتس بتاعه ده خلت الناس عايزة تكتب وعايزة تقرأ وبالتالي الكتاب فيه ناس قالوا بقى زي ما من كام سنة بعت الموضة أن فيه ناس يكتبوا اللوفب بكلها على حاجة ورقية ويتقرأ برضو والناس تقرأها فده يشجع الناس دون شكل ده كويس بقى عظيم جدا أرجع تاني أهنيك وأشكرك على المدخلة كل الشكر الكاتبية الروائي الكبير أستاذ محمد عمر عافية أو المعروف طبعا أدبيا باسم أستاذ عمر عافية الحاصل على جائزة أفضل رواية بعد أن يسدل الستار والصدرة عن دار العربي للنشر خليني يا زي ما كنت بقولك كده احنا بنتكلم عن اسمين كبار جدا واحد منهم هو الأستاذ فروق الفشاوي وده ذكرى ميلاده وواحد آخر وهو اسمه مهم جدا 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 وهو الأستاذ عزة العلالي ودي ذكرى وفاته ولما تيجي تتكلم عن الاتنين بالمناسبة هتحتار بس أنا هختار زاويتين زاوية إنسانية لأن أنا كنت أعرف الأستاذ فروق كويس قوي وزاوية تانية زاوية المشاهد باعتبار مطلقي لفن الأستاذ عزة وبما أنه أنا كنت أعرف الأستاذ فروق كويس ولأن أنا بحبه قوي فهختار الأول الكلام مع الأستاذ عزة العلالي وعلشان تعرف حجم طاقة وقدرات وعمق موهبة الأستاذ عزة العلالي انت لازم تتفرج على فيلم الاختيار ودي واحدة من أهم روائع السينما المصرية ومن أبدع روائع يوسف شهين وتشوف المزيج اللي عرف يعمله يوسف شهين سينمائيا وتشوف إزاي عزة العلالي بقى هنا مع كل الحب والتقدير طبعا إزاي قدم شخصيتين هم عكس بعض باعتبار أن فيه أخ أو أتنين إخوات توقم في هذا الفيلم ومعرفش شفت الاختيار ولا لأ بخلاف أن الاختيار فيلم بديع بس قعد اتفرج على أداء عزة العلالي علشان تعرف حجم هذا الرجل يصل إلى أي مدى قدراته التمثيلية الفزة شوف بقى الفزة ده عزة العلالي اتفرج على الاختيار اللي نادي أنا أنصحك بذلك لما هروح للجانب اللي أنا آثرت أن أنا اختاره للأستاذ فاروق لأن أنا أعرفه كويس أعرفه من حكاوي والدتي لما كانوا زملاء في جامعة عين شمس وأعرفه لما كبرت شوية أو شويتين بصراحة وامتهنت هذه المهلة وصار لي قدر لدى الناس من هما يعرفوني فرحت قابلت الأستاذ فاروق وعرفته بنفسي بأنه أنا ابن تحية عبد الوهاب صديقتك من جامعة عين شمس دحك قال لي أنت بقى ابن تحية وعد يضحك ويهزر ويتذكر معايا حاجات يحكيلي على قصص طلبت جامعة عين شمس تحديدا كلية الأداب وأنا أمي كانت قسم تاريخ وكان معاهم بالمناسبة الله يرحمه يا رب الموسيقر العظيم عمار الشريعي وهنا شفت راجل شديد اللطف شديد التواضع لم يتعامل على الإطلاق مع أي من الحاضرين وكنا في مكان عام ناس رايحة وناس جاية وناس قاعد عمالة بتتعشى وهو يتعامل مع الكل بعيدا عن أي تصور لفكرة النجم خالص تواضع مذهل بل ولافت جدا كان بالنسبة لي وخفت دم غريبة جدا ورائعة جدا وقريبة جدا من النفس المصرية واستغربت وقتها أنه خفت ظله التلقائية الشديدة دي ما تضحلناش على الشاشة يعني احنا نشوف فاروق الفشاوي اللي يرحمه جان نشوف فاروق الفشاوي أحيانا شرير نشوف فاروق الفشاوي أحيانا المثالي فنان لكن ما شفناش فاروق المثالي بخفة الدم قوي للدرجات دي وقتها سألت قلت له حضرتك ما فكرتش خالص أنك تقدق بالمناسبة يا المشهد اللي فدك المشهد رائع رائع مهم يا فقلت له ما فكرتش خالص تعمل فيلم كومي دي رد علي بالظبط كده قالني الناس مش هتصدق هما متعودوش علي كده هنا هاخد لك حتة فنية كده لأنه جزء في تاريخ فاروق الفشاوي والله يرحمه يا رب إنه قدم وحدة من أروع المونودرامات اللي أنا شفتها اللي إيه أقولك والله العظيم أنا شفت له مونودراما في دار الأوبرا المصرية على المسرح الصغير كنت وقتها في سنوي أو قولة جامعة حاجة كده يعني وبقيت قاعد اللي هو المونودراما تجبرك المونودراما اللي من لا يعلم يعني بأنه ما فيش حد اللي فيه من بعض ما عارفش عادي يعني أنت بتقوم بكل الأدوار يعني بتعمل المسرحية مثلا هي مسرحية بتقوم فيها بكل الأدوار كل الأدوار فأنت حفظ المسرحية من أولها لأخيرها مش كمان علشان تبقى لاحق الكلام مع الزميل الفنان اللي وقف معك على خشبة المسرح لا فندم ده أنت بتغير موضعك على خشبة المسرح وبتقوم أنت بالدور التاني والتالت والرابع والعاشر على حسب عدد الشخص ده فاروق الفشاوي وفاروق الفشاوي الرجل اللطيف الظريف المهزب الجنتلمان اللي بيتعامل مع الكل كبير صغير ست رجل بمنتهى الزوء بمنتهى اللياقة بمنتهى المحبة بمنتهى الكرب وأنا أتذكر أنا كنت قاعد أنا وصحابي الأعزاء ولاد مدرستي يعني دفعتي وكنا قاعدين عاملين بقى عشوة كده اللي عاديين بتتجمع كلنا وهنا مضطرخة من الكلام أن أنا لو اتكلمت عن أستاذ فاروق هتكلم كتير جدا لأن أنا فعلا بحبه جدا فاصل ونكمل الكلام عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة أهلا بكم شوف حقك إنه يتم توفير كافة السلع ليك بأفضل سعر ممكن والله العظيم لو الدولة تقدر تديها لك ببلاش هتديها لك ببلاش بس بنشتغل يعني الكل بيشتغل علشان خاطر الدنيا تمشي معاك على أقل تقدير تعدي تعالى النهاردة نتكلم شوية على الموضوع ده الموضوع اللي يهمك يا جماعة الأكل والشرب والسلع وما إلى ذلك فين المنافذ طيب النهاردة هنقض نشرح قرط المنافذ طيب وكمان السلع اللي موجودة واللي بتطرحها وزارة الزراعة وبأقل سعر هتلاقيه في مصر بالكامل المناسبة قدام بوزارة الزراعة كده ده من وانا صغير كان كوشك وزارة الزراعة اللي جاب بوزارة الزراعة كنا بنعدي عليه دايما نجيب فكهة ونجيب عسل ده معروف ده طيب وهنسأل سؤال ايه المستجدات في موضوع الأعلاف وهنسأل كمان سؤال وأخبار أسعار الدواجن ايه ضفنا العزيز ينورنا داخل الستوديو الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة منورنا ازاي الصح كله تمام انا مستوعب ان احنا استحالة واحنا عاديين في الحلقة هنقول على كل المنافذ اللي في ربعه الجمهورية لان احنا هنتكلم على المئات او الالاف من المنافذ لكن هاخد السؤال في زاوية اخرى هل المنافذ بتغطي الكسفات اللي موجودة بشكل عام يعني استحالة اروح مكان ملقيش في منفذ اه يعني بنسبة كبيرة يعني الاول اسمحل اشكر حضرتك على هذا اللقاء وطبعا الله يخليك وطبعا احنا عندنا خرط المنافذ احنا عندنا اكتر من ربع مية اه من ميتين تلاتة واربعين منفذ ميتين تلاتة واربعين منفذ دهما تقريبا بيغطوا كل محافظات الجمهورية اوكي وعندنا مجموعة منافذ متنقلة اكتر من تلاتين منفذ المنافذ دي احنا حطوناها تحت تصرف اجهزة الحكم المحلي فيقوم السادة المحافظين او السادة المسؤولين في المحليات يقولوا ان المكان ده محتاج اكثر احتياجا المكان ده اكثر ازتحانا غير المنافذ السابتة اللي موجودة اللي بتخدم على السكان في كل منطقة مش بس منافذ وزارة الزراعة على فكرة يعني احنا بنتكلم على منافذ الزراعة لكن الدولة عاملة مجموعة منافذ كبيرة هللاقي منافذ امان منافذ وطنية منافذ وزارة التموين هللاقي جامعيتي اللي تبع وزارة التموين العديد والعديد من المنافذ اللي بتقوم بها الدولة المصرية غير المبادرات هللاقي فيه الشوادر والاسواق اللي بتفتحها الدولة بأجهزاتها المختلفة هنلاقي مبادرة كلنا واحد مبادرة خير مزال علينا الأهلين كل المبادرات دي هدفها وكل المنافس دي هدفها أن يبقى فيه فرصة قدام المواطن يلاقي بديل لو روحت المحل وليقت الحاجة غالية ألاقي بديل عندي في حاجة تانية مبادرة كويس منتج عالي الجودة وسعر مناسب فيقوم لو فيه حد بيعمل ارتفاع غير مبرر في الأسعار يقوم هو كمان يقلل الأسعار ده سؤال المواطن الدائم والملح ما نيجي نقول له والله ده جشع التجار متسبب في جزء كبير جدا من الأزمة فيروح راضد وأنا هجيب البديل منين مشانتوا الدولة بتقولوا أنه ممكن الأسعار دي تبقى أقل نقول له آه يقولي طب هتوفرها لي فين بالزبط عشان كده المنافس ده دور المنافس ويمكن توجيه ده رئيس مجلس الوزر الحياة كان مواضح في هذه النقطة وقال أن حتى منافس رمضان تفتح من أول شهر واحد من أول شهر يناير وتكون موجودة عشان يبقى البديل متاح أمام المواطن المصري فعلا شفنا منافس أهل الرمضان أو الشوادر بتاعت أهل الرمضان بدأت تفتح عندنا وزارة الزراعة بتشارك فيها بتحط المنتجات الخضر والمنتجات اللي محتاجها المواطن المصري في منافس أهل الرمضان غير المنافس بتاعتنا اللي تم ضخ كميات أضافية فيها وزير الزراعة بنفسه بينزل يمر على المنافس علشان يتابع الأسعار ويتأكد من الأسعار مطابقة والالتزام بالجودة ومعايير الجودة كل دي إجراءات بتقوم بها الدولة المصرية وبتنفذها الدولة المصرية على الأرض الواقع هدفها حاجة واحدة بس أن المواطن يلاقي احتياجاته بأسعار مناسبة ونمنع أي مغالاة أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خصوصا أن احنا في فترة فيها تحديات عالمية متكررة ومتزايدة ومطولة فالدولة عملت جهود وعملت مشروعات دلوقتي احنا بنحاول أن احنا ناخد خير هذه المشروعات اللي نفذتها الدولة المصرية في فترات سابقة ونحطها قدام المواطن المصري بأسعار مناسبة تساعد أن احنا نواجه هذه الأزمة اللي موجودة العالمية إيه السلع اللي ممكن نلاقيها في المنافذ المختلف؟ زراعة تموين أمان وطني يعني تقريبا كل اللي بيحتاجه البيت المصري من سلع أساسية بالنسبة له زيوت سكر رز لحوم دواجن كل اللي بيحتاجه البيت المصري هيلاقي موجود في هذه المنافذ بحيث أنه هو ما يحتاجش يلاقي مكان تاني أو ما يحتاجش يلاقي حاجة تانية بحيث أن يكون عنده دايما بديل مناسب أسعار وقال صحيح المنافذ اللي بتعملها الدولة المصرية أكيد مش هتخدم المائة مليون مواطن مصري بس على الأقل أي واحد شعر أن فيه ارتفاع غير مبرر في مكان في الأسعار هيلاقي بديل مناسب في أحد المنافذ التابعة للدولة المصرية طيب هل وهنا برده هيبقى سؤال يعني هل أنا ممكن أروح ألاقي الرف فاضي هل ممكن أروح يقولولي الفراغ خلصت هل ممكن أروح يقولولي الزيت ما بقاش موجود لا طبعا إحنا عندنا الحقيقة احنا بنكسف الكميات المعروضة بشكل كبير جدا ودي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها احنا عندنا الحمد لله الدولة المصرية كانت عاملة مشروعات عملاقة في كل مناحي الحياة وفي كل مجالات الحياة كان فيه مشروعات عملاقة قامت بها الدولة المصرية دلوقتي المشروعات اللي عملتها الدولة المصرية دي لها دور في أن احنا نقدر نلاقي احتياجاتنا ونلاقي مستلزماتنا بأسعار مناسبة ونلاقي الكلام ده مقبول بالنسبة للمواطن المصري علشان كده يعني مشروع زي الدلتة جديدة استثمارات بمئات المليارات وألافات بالتحط وعمال بيشتغلوا ومكان بيشتغل علشان خطر يقدر يوفر إنتاج زراعي وإنتاج نباتي مشروع تشكة الخير مشروع تنمية سينة المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية في مجال الإنتاج الحيواني توفير التمويل للمزارعين أو للمنتجين في الإنتاج الحيواني عشان يقدر يطوروا من إنتاجهم مراكز تجميع الألبان كل دي مشروعات عملاقة نفذتها الدولة المصرية هدفها أنه يبقى عندي وفرة وعندي إتاحة من المنتجات النقطة دي في دول مش موجودة عندها احنا الحمد لله عندنا هذه النقطة في بعض الارتفاعات طبعا ممكن يكون في بعض الارتفاعات في الأسعار في بعضها مبرر ولو أسبابه في بعضها غير مبرر وليس له أسباب الدولة حطت بديل اللي هي المنافس اللي نقدر من خلالها بقى نعمل ربط ما بين المنتج والمستهلك ودي فكرة مبادرة خير مزارعين الأهلينة اللي أطلقتها بوزارة الزراعة كأحدى مبادرات الدولة لحد من ارتفاعات الأسعار المبادرة دي بتجيب من المزارع المصرية ومن خير المزارع المصرية والمنتجين المصريين يحط منتجتهم في المنافس والشوادر ومناطق النقاط البيع التبعة للوزارة أو التبعة لنا وبهامش ربح مرضي للمنتج وسعر مقبول للمستهلك أو مرضي للمستهلك ففي حلقة وصل موجودة وبالتالي ده يطلع كسبان ويستمر في العملية الانتجية المنتج يستمر في العملية الانتجية وبالتالي نضمن استدامة العملية الانتاجية وفي نفس الوقت المستهلك حس ان هو بيشتري المنتج بتاعه بسعر مناسب وبسعر مرضي ليه وبالتالي اصبح فيه بديل متاح له في السوق وبالتالي يقدر نعمل عملية سيطرة على الاسعار او اتزان في سعر السوق طب ده كلام حلو قوي الامداء هيضمن طول وقت الاستدامة في عملية دورة رأس المال يعني ما بين المنتج والمستهلك العملية هتفضل طول الوقت باذن الله سبحانه وتعالى مستمر انا هستأذن هروح لفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل بقى نبدأ نخش على الروتكوز سبب الجزري وعلاجه في مسألة الاعلاف والدواجل فاصل ونكمل الكلام مع ضفنا العزيز الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة عاملين يا جماعة يا رب تكون كل حاجة بخير اذا عندنا منافذ بانواعها واشكالها المختلفة منافذ الزراعة منافذ امان منافذ وطنية منافذ التموين على انواعها الكل موجود فيه كل اللي حضرتك عايزه طيب تعالى بقى ناخد بعضنا وزي ما بقولك كده نسأل الاعلاف وتوافرها ومشاكلها هنعمل ايه او بدأنا نعمل ايه يعني الحياة في ملف الاعلاف ده من الملفات المهمة بالنسبة لنا وبنسبة لدولة مصرية يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء كان متابعة بنفسه هذا الملف وعقد اجتماعين مع المنتجين ومع المستوردين وتجار الاعلاف وتجار الدورة والصوية لخمات الاعلاف بحيث ان احنا نشوف ايه الموضوع ونحل معاهم ونساعدهم في تلبية احتياجاتهم عشان كده في يوم 16 اكتوبر في اللقاء ده كان اجتماع مع السادة المنتجين اول ما يبقى دقنا نرصد وجود انخفاض او عدم اتاحها لبعض من خامات الاعلاف فبدأنا نشوف احتياجات السادة المنتجين وبالفعل اخدناهم وكان توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء ان احنا نعمل اجتماع اسبوعي مع السادة المنتجين علشان نحدد الاحتياجات وخصصنا الدولة المصرية الخصاصة كوتا دولارية علشان دخول شحنات الاعلاف في الفترة بقى من 16 اكتوبر لحد تقريبا 25 يناير احنا دخلنا يعني اكتر من 2.4 مليون طن من خامات الاعلاف في الفترة دي في الفترة دي الدولة خصصت اكتر من مليار وربع المليار دولار من الكوتا الدولارية لخامات الاعلاف تحديدا فده بيوضح دي الدولة شايفة الموضوع دي الموضوع مهم وان احنا نساعد المنتج ان هو يلاقي احتياجاته على الجانب الاخر لقينا بعض الكميات دي مش بتسمع بالسعر المناسب في السوق او المربي اللي بيربي لان بيجي يشتريه احيانا بيلاقي برضو الانخفاضات او التوفر مش هو نفس اللي بيلاقي حجم التخفاضات اللي بتقوم بها الدولة والاسعار بتبقى ساعة اعلى يعني احنا بنخصص بسعر الدولار اللي بيقوموا علام بيه في البنك المركزي والدولة بتخصص اعتمادات وبتساعد في دخول هذه الشحنات باسعار مختلفة عن المرب بياخدها بيه عشان كده الدولة كسفت من عملات الرقابة وتشكلت لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة لشؤون الصلاة الحيونية وعضوية كل الاعضاء او كل الاطراف المعنية في منظومة تداول الاعلاف سواء بقى منتج الدواجن سواء لجنة الزراعة ورايف مجلس النواب وزارة التوين حماية المستهلك البنك المركزي نفسه كل الاطراف المعنية دخلت جوه هذه اللجنة علشان نقدر نقوم بفحص ومتابعة السوق وبالفعل بقامت ضبطيات وحملات رقابة على بعض مناطق البيع لخامات الاعلاف وبدأنا نلاحظ انخفاض في اسعار الاعلاف قصد انخفاض في اسعار الاعلاف بدأ يحدث زيادة في الطلب مرة اخرى على الكاتاكيت وعلى تربيت الدواجن مرة تانية وبالتالي ده يضمن استدامة العملية الانتاجية خصوصا احنا الحمد لله يعني عندنا قوتنا الانتاجية تقدر توصل واحنا بالفعل بننتج 1 و4 من 10 مليار طائر سنويا وده ان شاء الله يكفي تقريبا احتياجات المواطن المصري ولما يكون فيه انخفاض في اسعار الاعلاف واتزان في اسعارها وبالتالي المنتج النهائي هيكون سعره مناسب للمواطن المصري وده برضو يساعد في زيادة حجم المعروض وبالتالي اتزان السوق واستقرار الاسعار عارف انا ايه انا اللي بيقلقني او اللي قلقني او عندي هاجة سماه انه البعض يحصل على هذه المواد اللازمة لانتاج العلف ويحطها في المخازن يصبرها في الملاحات كده زي فيلم العار عشان السوق يعطش حبتين فالسعر يخبط مرتين فيحقق هوامش ارباح تخض ومش مهم بقى البلد عادي المهم احنا نتغني يعني ما نقدرش ننكر ان جزء كبير من المستوردين وجزء كبير من التجار او الاغلب العام يعني او كل السلسلة الحياة ناس محترمة ومكتهدة وبتحاول انها تشتغل بضمير يغدم المربو يغدم الدولة المصرية لكن في بعض الازمات او في بعض الاوقات لما بيكون فيه ازمات بعض الناس بتبقى يعني بتحاول انها تعمل حاجة زي كده وفي الناحية التانية الدولة بتحاول تقوم بدور رقابي تحاول تقوم بدور تجديدي علشان نقدر نضمن ان الشحنات اللي احنا بنخصصها وبنطلعها انا بتكلم في 1 و 4 مليون اسف اكتر من 2 و 4 مليون طن من خامات الاعلاف دخلت السوق دي لابد انها تسمع في السوق لازم والكميات كانت كميات كبيرة كمان وفي الفترة الاخيرة كانت كميات مضاعفة وده في الفعل بدأنا اللحظه بدأ يحدث انخفاض كبير في اسعار الاعلاف وبدأنا نلمس هذا الانخفاض في اسعار الخامات الاعلاف والاعلاف نفسها وبالتالي انعكس ده على زيارة حجم التربية والاقبال على شراء التسكين المزارع بقى يبدأ يسكنه المزارعهم تاني وده يخلي الدورة مستمرة ويخلي العملية الانتاجية مستمرة بس في الحالة دي هنتظر بقى دورة انتاجية كاملة يعني تقريبا 35-40 يوم عشان تبقى بتسمع معايا انا كمستهلك طبعا عشان نبدأ يبان معانا الانتاج خصوصا ان كان فيه فترة بعض المربين كانوا متخوفين لما بدأت تحصل الازمة وبدأنا نشوف الغفاضات والازمة للروسية الاوكرانية وده اثر على حركة التجارة الدولية بشكل او باخر وخصوصا خامات الاعلاف لان احنا جزء كبير منها بنستورده من روسيا ومن اوكرانيا فبالتالي كان فيه تخوف بعض المربين لكن اعتقد التخوف ده زال بشكل كبير بالنسبة لما يخص الاعلاف وبما يخص خامات الاعلاف وبدأوا يلاحظوا لسادة المربيين المصرية بمنظومة الانتاج الداجيني لان هذه المنظومة منظومة مهمة جدا حين نتكلم على بروتين من اسلحة هيوانية نتكلم على استثمار الادة كبير جدا او إقتصاد الادة كبير جدا من العاملين في الدولة المصرية او من قوى العاملة في الدولة المصرية وعلى الجانب الاخر استثمار كبير والدولة م أن으면 retrouور thigh واملاقة واكتهدت فيه وعملت فيه شغل كبير جدا فيه هذا الملف من فترة من 2014 فهذا الملف له اهتمام كبير من الدولة المصرية أول ما حصلت أزمة لا الدولة نفسها ادخلت أنا بتكلم على رئيس مجلس الوزراء بنفسه تدخل وقعد مع السادة المربيين عشان يعرف احتياجته ولما بدأنا نلاحظ أن احنا بنعمل إفراجات ما بتسمعش في السوق السادة المستوردين والتجار الخامات الأعلاف رئيس مجلس الوزراء بنفسه قعد معهم وتم التباحث وتم المناقشة ولما لقينا فيه استمرار لأو محتاجين نحن نتابع عملية الإفراجات وعملية الوصول للسوق والوصول إلى المستهلك المستهلك اللي هو المنتج نفسه بتاع الدواجن وبالتالي تنعكس على المواطن المصر اللي بيشتري الانتاج الدجن هنلاقي كمان بدأنا نعمل متابعة ونزول مستمر وهنلاقي بنشوف بيانات مستمرة بتطلع مشتركة بين وزارة الزراعة وزارة التموين بخصوص الحملات اللي بتقوم للرقابة على الأسواق وده بالتالي يضمن استقرار أو يدي فرصة أن اللي جاي إن شاء الله يبقى فيه مزيد من التوافر للبروتين الحيواني بمصادره بقى سواء الدواجن أو بيد المائدة أو ما إلا ذلك فأكيد ده إن شاء الله ينعكس بشكل أفضل في السوق في الفترة المقتلة طب ده برضو أخياني أفكر معاك أكتر بصوت عالي يفضل طول الوقت أنه أنا انتاجي الدجني مرهون ببعض من المكونات الأساسية لصناعة الأعلاف وليه قلت مرهون؟ لأنها مستوردة هل أنا أقدر أصنع هذه المكونات في مصر؟ ولا أنه لا ما ينفعش وإحنا هنلاقي بقى في الجنب التاني إحنا حلنا حل وقتي يعني وقتي عشان نحل الأزمة بالضبط إنما إحنا عندنا لأ إحنا عندنا موسم زراعة الدراء والسواء هيبدأ في الموسم الصيف المقبل وإحنا الدولة دخلت بشكل قوي وبدأت تفاعل منظومة زراعة تعقدية وحطت من أولوات المحاصيل الاستراتيجية اللي تم التوسع في زراعتها الدراء والسوية وعباد الشمس أو ظهرة الشمس لأن دي محاصيلة إما محاصيلة زيتية إما محاصيلة تستردم في إنتاج الأعلاف ودي دخلت في منظومة زراعة تعقدية اللي هنبدأ فيها إن احنا نعمل تعقدات مع المزارعين من قبل ما نزرع عشان نشجحهم نوم يزرعوا ودي له سعر تحفيزي عشان أطمنوا إنه يكون قادر إنه يزرع وبيتم التنصيق مع اتحاد منتج الدواجل لأنه هم بيعتبروا من أكبر المستهلكين للدراء والسوية علشان نعمل عقود مباشرة ما بين الاتحاد أو المصانع الأعلاف وما بين المنتج الزراعي أو الفلاح المصري علشان يضمن عملية التسويق وبالتالي المزارع يبقى مطمئن وهو بيزرع الدراء والسوية وواخد سعر تحفيزي يضمن له هامش ربح مردي وعادل وكمان إذا تحرك السوق صعوداً أو هبوطاً صعوداً ياخد المزايا الصعود هبوطاً هو ياخد السعر الضمان بتاعه اللي تعاقد عليه وبالتالي يتوسع في زراعة هذه المحاصيل وعلى الجانب الآخر المصنع أو المنتجين ضمنوا وجود كميات كافية من الدراء والسوية وبالتالي بفي حالة اطنقنان في السوق فدي كانت الأولوية في الفترة اللي فاتت وبيتم العمل عليها وإن شاء الله في المصم المقبل أعتقدها تبقى منظومة الزراع التعاقدية اللي إن احنا طبقناها في المصم الماضي ونجحت نجاح بشكل كبير إن شاء الله هنتوسع فيها المصم المقبل وأكيد هتبقى يعني فيه طفرة كبيرة فيه انتاجية مصر من الدراء والسوية والمحاصيل الزيتية بفضل تطبيق هذه المنظومة وأكيد ده هنعكس إن شاء الله بمزيد من التوافر بقى للمستلزمات دي تبقى محلية يبقى عندنا انتاجنا محلي فالتالي دي يساعدنا إن احنا قدرنا نتوسع عن ديه باحتياجات السوق إن شاء الله الاستراتيجية بتاعتي اللي أنا متأكد إنها مبنية على واقع هل هي مبنية على الواقع اللي بيقول فيه احتمالية إن أنا أصنع الأعلاف بشكل كامل ولا أضطر الاستراتيجية أبلاً فيبقى عندي طول الوقت اكتفاء ذاتي واللي هي مبنية على استراتيجية برضو واقعية بتقول مش هقدر أعمل كله محلي هيفضل هناك جانب لكن أنا هوفر قدر الإمكان نسبة كبيرة تضمن لي إن ما يجرى ليش أزمات زي الأزمة الروسية الأوكرانية يعني هو حضرك تحلل تحليل منطقة ودائماً فيه رؤى في موضوع الأمن الغذائي هل الأمن الغذائي مطلق؟ هل كل دولة في دول العالم عندها كل احتياجتها من كل حاجة؟ أكيد لا ما بنشوفش الكلام ده بتطبق في عديد من دول العالم لكن في حاجة اسمها الأمن الغذائي النسبي أو الميزة النسبية الموجودة في كل منطقة وكل إقليم إحنا بنحاول إن احنا نستغل المستين يعني بنحاول إن احنا نوفر المحاصيل والسلع الاستراتيجية اللي احنا بنحتاجها واللي محتاجين نتوسع فيها بشكل أكبر وبنستوردها محتاجين نحنا نتوسع فيها محلياً فبالتالي بنطبق منظومة زراعة تعقدية بنشجع الفلاحين بنعمل توسع رأسي من خلال مشروعات تساعد في زيادة إنتاجية الفدان زي إنتاج التقاوي إحنا كنا بننتج مثلاً في تقاوي الأمح 20 ألف طن تقاوي أمح إحنا النهاردة بقنا بننتج 150 ألف طن دمت يعمله نسبة تغطية لحوالي 75% كل فلاح بيزرع بياخد تقاوي معتمد ليه تزود له إنتاجه أنا كده بضمن زيادة كبيرة في حجم الإنتاج في النهاية نتيجة التوسع الرأسي وكمان تطوير أساليب الزراعة الكلام ده بنشوفه في كل المحاصيل أنا بدرب بس الأمح كمثال لكن في كل المحاصيل بنطبق هذا الكلام على الجانب الآخر الدولة عملت مشروعات عملاقة في استصلاح الأراضي الجديدة والتوسع فيها وده يخلينا نقدر نتوسع بقى في المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا محتاجينها ونزرعها في هذه المناطق ونتفضل الميزة النسبية اللي كانت موجودة عندي في المحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل اللي أنا كنت بسدرها وبتجيب لي عملة أجنبية تفضل برضو موجودة معايا فيبقى احنا قدرنا نستفاد قدر المستطاع من المستين نقلل من حجم الوردات اللي بنحتاجها سواء مستلزمات الأعلاف أو ما إلي ذلك وفي نفس الوقت أحافظ على الانتاج اللي أنا أو الميزة النسبية اللي موجودة عندي في منتجاتي إنه أنا أقدر أتوسع فيها مرة أخرى طيب يمكن آخر حاجة جاية على بالي في ظل الوقت إنه إحنا عمال بيديء أكتر من مرة شفنا الرئيس يتحدث على موضوع الفصائل والأنواع والسلالات الجديدة من الأبقار اللي إنتاجيتها في اللحوم أعلى كتير من اللي إحنا نعرفه واللي إنتاجيتها أيضا في الألبان أعلى كتير من اللي إحنا نعرفه حتى أنا عادت تدور على اسمها لقيتها اسمها هولستاين فريزيان وإنه لقيت مؤخرا اليابان هيا كمان اشتغلت على هولستاين فريزيان وعندهم مش عارف عاوزين يعملوا ألف بقرة من النوع ولا مش عارف إيه اللي بينتك حوالي 40 لتر يومي 18 روش عارف طن سنة وحاجات زي كده إحنا وصلنا لحد فين في الملف ده يعني الملف ده من الملفات المهمة جدا وهو على فكرة سيادة الرئيس مش بيتكلم بس في السلالات لو حضرتك تلاحظ هتلاقي كل الملفات اللي بتهم الفلاح سيادة الرئيس بيتكلم فيها بنفس السيخ يعني مثلا في موضوع القصب الفلاح كان بنتج 33 طن للفدان طب ما إحنا لو عملنا شتلات القصب والفلاح زرع بنظام الشكل هينتج أكتر من كده ممكن وصل لـ 50 و 60 فأنا كده دعمت الفلاح بشكل مباشر فبنبدأ نشتغل على هذه المنظومة موضوع السلالات نفس الحكاية أنا ليه الفلاح يربي راس ماشية بتجيب له 7-8 كيلو بكتير يعني أيا كان رقم قليل طب ما إحنا لو قدرنا نوصل بالإنتاجية دي لـ 20 و 30 كيلو من خلال بقى سلالات جديدة من خلال منظومة تلقاح اصطناعي ده يكون له مردود إيجابي جيد علشان كده إحنا بدأنا ندخل السلالات المحسنة وراصلة ضمن مشروع البتلو اللي بيقدر الفلاح ياخدها ويجيبها وتخش معاه في هذه المنظومة تساعده في أنه يتطور من إنتاجه بشكل كبير دي حاجة الحاجة التانية احنا كمان بنعمل تنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومع التحالف الوطني العمل الأهلي علشان نقدر نوزع هذه الرؤوس المحسنة وراصلة على المربيين وعلى الفلاحين في ريف مصر فيقوم يقدروا يعظموا من إنتاجهم ويلاقوا هذه الرؤوس بشكل مدعوم وتبقى من منظومة العمل الأهلي وبالتنسيق مع العمل الحكومي يمكن في خامة السيد الرئيس كان نوجه بهذه النقطة الحاجة التانية هنلاقي مش بس كده احنا كمان بنعمل حاجة اسمها التحسين وراصي التدريجي من خلال التلقيح الاصطناعي وبدأنا نكسف ونزود من أعداد القصائبات السلمانية والمنتاجة محليا والتنكات المستخدمة لده علشان نقدر نعمل تحسين وراصي التدريجي فيقوم الفلاح دورة بعد دورة يلاقي إنتاجه بيزيد في القلبان نتيجة تحسين السلالات اللي موجودة عنده بشكل تدريجي لا ده شيء عظيم صراحة شوف أسنى قلتها مررا وتكررا من الوزارات المحببة والمقربة اللي هي كده الوزارة بتاعتك بحبك لأنه بجد عندك شغل رائع وهي انتو بتأكلون يا جماعة وانا رجل يعني ما قدرش استغناش كلنا ما نستغناش على الأكل ربنا يا رب يوفقكو وأشكرك جدا على وجودك معنا ومصهرينك وانا عارف انكم تبقوا موجودين في ديوان الوزارة يجي من سبعة سبعة ونص الصبح فربنا هيقويكو وتحياتي لبعالي الوزير من المنازل وعارف ان احبه واحترمه قد ايه شكرا جدا لك يا دكتور محمد شكرا جزيلا تنورتنا وترفتنا كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة رجل من ضمن رجال كتير جدا بيشتغلوا في الوزارة دي بجد علشان يتحقق ما نتحدث عنه دائما أم غزائي مصري فلاح ومزارع مصري بيشتغل وهو مبسوط وبيكسب كويس وبالتالي احنا كمان ناكل ونتغزى كويس وبأفضل الأسعار قدر الإمكان والله هتتحل خلصت الحكاية أو الحدوتة بتاعتنا لحد النهاردة وحلقتنا سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشر اما احنا لو كلينا العمر ان شاء الله نعبلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات